وقبل ما نبدأ مع حضرتكم أخبر فقرات صباح الخير يا مصر خلونا نصبح على ليندا ليندا صباح الخير عليك وأخبر الجو إيه صباح خير جمانا صباح خير حسام الحقيقة جمانا فيه النهاردة تحصن في الأحوال الجوية بنسب تتروح من درقتين لأربع درجات الحلوى قوي الحمد لله جميل لنرى التفاصيل بقى تعالوا نشوف التفاصيل صباح خير عليكم مشاهدين خلونا نستارد مع حضرتكم جولة سريعة عن أخوال الطقس النهاردة فيه تحصن في الأحوال الجوية على الأنحاء كافة والطقس يكون حر رطب على القهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصيد وفيه نشاط لرياح على مناطق من السواحل الغربية فيه كمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتة والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وضميات والعريشة درجة الخرارة في القهرة النهاردة 31 وأعلى درجة خرارة هتكون في أسوان 39 وأقل درجة خرارة في الإسكندرية 28 هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية ولكن بعد شوية الوقت يا مشاهدين تعالوا نسترد مع بعض أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر وهنبتدي جولتنا من القاهرة واللي بتشهد كثافات مرورية بسيطة مع بدء ساعات الظروة الصباحية وتحديدا القادم لمنطقة وسط البلد من شرق القاهرة وكمان القادم من طريق المحور في اتجاه ميدان لبنان أما من منطقة عبد المنعم رياض لما نمشي معاكم في اتجاه كبري أكتوبر لمنطقة الإسعاف ورمسيز بتشهد سيولة مرورية واللي مكمل أعلى الكبري في اتجاه مناطق غمرة والعباسية والشرابية وحداء الأوبة وكمان شرق بورسعيد لحد الزاوية الحمرة وكبري السواح المنطقة دي بتشهد سيولة مرورية أما المكمل لمدينة ناصر وبياخد محور الفنجري فيه كمان سيولة مرورية والطريق الدائري من نفق السلام لأكتوبر فيه كمان سيولة مرورية معادة بعض المناطق زي نزلة اليوب ومؤسسة الزكاة ونزلة الخصوص بسبب أعمال التوسعة اللي بتتم في الطريق الدائري أما اللي قادم من شبرة بنها وهيروح مصر الجديدة أو مدينة ناصر يقدر ياخد طريق محور الفريق العصار واللي بيشهد سيولة مرورية معادة بعض الكثفات عند كبري الحلمية هنكمل جولتنا المرورية وهنروح للإسكندرية وكورنيش البحر المتوسط وزي ما احنا شايفين المنطقة المحيطة بكبري استانلي فيها سيولة مرورية ومنطقة الكورنيش بشكل عام فيها كمان سيولة مرورية عند مكتبة الإسكندرية هناك برضو فيه سيولة مرورية وبتفضل السيولة لحد قلعة قايد باقي أما اللي قادم من المعمورة في اتجاه الكورنيش فيه كمان سيولة مرورية في الاتجاهين شارع إسماعيل صبري المتقاطع مع طريق 26 يوليو حركة المرور عادت لطبيعتها بعد ما قدر حي الجمرك في إصلاح ورصف الهبوط الأرضي البسيط اللي حصل إنبارح وإعادة الطريق لطبيعته خلونا نروح لمحافظة دميات وهنبتدي فيها من طريق دميات كفر البطيخ واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية هنرجع عند طريق دميات راس البر وبيوصل لحد طريق الهويس وصولاً للكورنيش واللي بيشهد سيولة نسبية هنروح للكورنيش واللي هنبتدي فيه من عزبة الخياطة لحد ما نوصل مبنى المحافظة ومحكمة دميات القديمة واللي بيشهد دلوقتي سيولة مرورية نتيجة خطة تعديل مصار السيرفيس ونقل سيارات الأجرة إلى الموقف الجديد أما الطريق الساحلي الدولي في بعض الكفافات قبل دميات الجديدة وهنكمل جولتنا المرورية وهنروح لمدينة أسوان وهنتابع الحالة المرورية هناك وهنبتدي من ميدان السادات وتحديداً من كاتدرائية رئيس الملايكة مخايل ومنها لشارع كورنيش النيل واللي بيشهد سيولة مرورية وانت ماشي على طول الشارع هنلاحظ أن فيه كثافة مرورية عند منطقة الفنادة بعد التمركز ده الشارع بيشهد سيولة مرورية دي كانت فقرتنا المرورية مشاهدينا وكمان استعرضنا مع حضراتكم فقرتنا الجوية السريعة دلوقتي هنرقع لحسام وجمعنا عشان يبتدوا فقرات صباح خير يا مصر إلايك نشكرك يا ليندا شكراً جزيلاً نهارجالك طبعاً أكثر من مرة تاني خلال الحلقة شكراً لك شكراً جزيلاً نهارجالك